دعا مجلس رؤساء الكنائس في الأردن في بيان له المؤمنين بضرورة التقييد قبل توجه المصلين إلى الكنائس بالتدابير الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الحكومة وذلك بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين عند مدخل الكنيسة وتباعد المصلين عن بعضهم بعضا واقتصار الحضور بين 30 إلى 50 شخصا واستبدال تحية السلام أثناء الصلاة بالانحناء ولزوم كبار السن والأطفال والمرضى في المنزل كما قرر المجلس أن لا تزيد مدة العظا عن عصر دقائق مع ضرورة إزالة السجاد وأغطية المقاعد من الكنائس وتباحت المجلس خلال الاجتماع الذي عقد في مترانية الروم الأرثودوكس في عمان بأمور المراسيم المتعلقة بالأكاليل والعماميد والجنائس ورفع توصية للحكومة بالسماح لإتمامها في الكنائس وإقامة القداس الإلهي أيام الجمع كونها عطلة رسمية هذا وكان لمكتب نورسات الأردن اتصال مع عدد من رؤساء الكنائس المحلية الذين أوضحوا الإجراءات الاحترازية لكل كنيسة قبيل توجه المصلين إلى الكنائس يوم الأحد السابع من الشهر الجاري بلشنا في مقدم الحديث سيدنا عن البيان الذي أصدر تموه من مجلس رؤساء كنائس الأردن بخصوص العودة إلى تطحي الكنائس يوم الأحد فوصلتنا اتصالات وتساؤلات طلبوا منا الأخوة ننطيرها في البرنامج بخصوص الآلية للعودة إلى الكنائس كيف رح تتم خاصة مع القوانين الدفاع لمصدرية الحكومة بخصوص يوم الأحد الزوجي والفردي التباعد الاجتماعي إلى آخره فسيدنا أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا وسعيدين فيك هذا النهار والميكروفون معك وصيرنا لهذا القرار حقيقة المفرح اللي كلنا استنيناه إنه فتح الكنائس وهي تعزية كبيرة لإلنا لأنهم نعرف ونحن حاسين قديش الظروف صعبة عمالها بتكون على المواطن على أبنائنا الروحيين بالأخص إنهم دايما كانوا بنتظروا يفتح حضن الكنيسة اللي هو يستقبلهم حتى يكونوا بحضن يسوع لا دكتورة لازم يكون فيه التزام بقرار الحكومة بقرار الدفاع إنه فردي أو زوجي على حسب اليوم اللي راح يكون بالتالي اللي بيكونوا قاربين من الكنيسة اللي بيجوا ماشي البقيين مش راح يتمكنوا منهم ييجوا ولكن هذا الإشي بس راح يكون إن شاء الله يعني نحن عشان هيك طلبنا كمان في نفس البيان إنه كونه يوم تلاحد نحن كمان فيه كتير من أبنائنا بيكونوا فيه أعمالهم نعم المعه وتصريح أكيد بيقدر ييجي ولكن المعه وتصريح مش راح يقدر إنه ييجي ولكن هذا الموضوع إن شاء الله عم قريب يعني خلال أنا بأعتقد خلال أسبوعين بالكتير بمعونة ربنا إذا مشينا كويس خلال هدول الأسبوعين في التنائس راح يكون بذكر فيه عنا فتح كامل للكنائس فبالتالي بيقدر يكون قضاديس إما يومية أو على حسب الأعياد يعني فبالتالي بيكون فيه عنا مورونة في العمل بيكون كتير أفضل فبتمكن كل أبنائنا إنهم يجوا سيدنا اعتدنا بالكنيسة اللاتينية نشوف كانت المناولة العادية مش زي الدول الأجنبية هل سنعتمد في الأيام القادمة المناولة بالكنائس اللاتينية باليد نعم راح نعتمدها لأنه دروسة تطلب ذلك لكن بنفس الوقت نحن نطلب من شبابنا ما يداولوا هذا الموضوع بانتقادات لازعة على وسائل التواصل سواء كنيسة أخذت إجراء بهذا الشكل أو بإجراء مختلف احتراما لكل تقليد كنسي كل واحد يجيب قفزاته معه نعم فيش قفزات للقداس الأحد ما فيه ما فيه قفزاته يجيبها يجيبها بس مش مطلوب ويتناول مش الكمامة مطلوبة بس إذا بدوا يتناول ما بيكون لابس قفزات يعني إذا فيه قدسين في الرعية يوم الحد يصيروا ثلاثة وإذا فيه ثلاثة يصيروا أربعة نعم ويفتحوا القاعة المجاورة مع وضع تلفزيون أو شاشة وإمكانية التناول أثناء القداس في القاعة نطلب تعقيم الأيدي عند الدخول ووضع كمامة ونزع السجاجين للسجاد لأن السجاد بيعمل بنقد الوباء بسهولة نعم هذه الأمور الرئيسية اللي نطلبها نطلب كمان أن الكاهن أنه ما يطولش في الكرزة لأنه الناس لأنه رح يصير فيه أربع قداديس فلازم يكون إذا القداس أقل من ساعة أو ساعة على الأكثر إن شاء الله أول القداس حيكون الأحد الجاي عيد العنصرة وهتكون الخرحة مضعفة زي ما صباح وقل والأمور هتترتب شوي بشوي بس ما بنقدر نفتح تناقسنا لكل اللي بد يفوت تتفضل وإلا يبقى ما عملناش إشي في الفترة الماضية فطبعاً كل الناس عرفت إنه ما فيش حد هيقدر يفوت الكنيسة بدون الكمامة ما فيش حد هيقدر يفوت صحن الكنيسة إلا ما يعقم إيديه بالمطهرات اللي هتكون موجودة على هذا لازم بين متر ونص ومترين تباعد بين المصليين في تساؤلات من أخوتنا على الصفحة عم بيحكوا إنه الأداس نفس موعد أداس نهار الأحد المعتاد لا طبعاً لأن الحظر بيبدأ يمسك من الساعة 8-7 نعم تمانية فالأداس يوم الأحد الجاي هيبقى من تمانية ونص لعشرة ونص واتفقنا زي ما كتبنا في البيانة إن العزة راح تكون عشر دقائق فقط اتفقنا في اجتماع رؤساء مجلس الكنائس إنه هيضل المصليين لبسين الكمامة طول الأداس نعم وكل بالنسبة لكنستنا الإبطية كل واحد هيجي هيلاقي فيه ستيكر طبع يعني على الكنبيات وين يععد بحيث نضمن مسافة التباعد تباعد الجسدين نعم ما فيش حدا هيقدر ييجي يحضر الأداس أو يفوت من باب الشارع أصلاً إلا أن يكون قد سجل اسمه عبر هاتف الكنيسة نخضع لتعليمات الحكومة لأنه أكيد بالأساس تعليمات الحكومة هي بأول درجة بعدين بيان مجلس الأساقفة راح كمان ناخده بعين الأكبار ففكرت أنا أعمل أدات نهار الأحد الساعة 11 والساعة 5 بعض الدور وكل واحد بدي يفوت على الكنيسة بدي يكون حاطة كمامة نعم يجيبوا كمامات معهم بدون يعقموا اليدين قبل الميزة ومع تاقيم اليدين نعم وبالكنيسة بدي يكون فيه تباعد على البنك حاطين بس ثلاث محلات بس ثلاث محلات الواحد بعيد عن الآخر نعم وهو دي بحب نوح فيهم كمانا لأنه بدن يكفر الإجراءات موجودة الوضع هو احترازي المناولة كل كنيسة بحسب لقفة وترتيباتها الداخلية بتكون بالترتيب مع الأصفف ومع الأباء الأجلاء وهذا بيرجع لكل كنيسة كيف بتتم ترتيبها ما منقدر ندخل بفاصيلة الأمور في الواقع كنيسة الفادي جبل عمان احنا اضطرينا انه نلغي الخدمة المسائية يوم الأحد بس حلوة صباحي احنا عنا ساعة سبعة كانت رجعناها لساعة خمسة لكن الموظفين هم من المعنيين والعائلات الشابة وكلهم عاملين ما بيقدروش يوصلوا للكنيسة فاحنا مبدئيا اضطرينا الى الغاء الخدمة المسائية والخدمة الصباحية الساعة تاسعة والنص صباحا قائمة ان شاء الله واحنا من بداية هذا الوباء الجانحة كنا عمالنا من دفع خدماتنا بالكامل راح نستمر في البث راح تستمر في البث الاحد الجاي كمان للي ما بقدر ييجي خاصة كمان من سيدات عندهم اولاد يتركوهم بالبيت بتعرفوا يعني اللي عندهم اطفال الضبط كبار السن المرضى وبس هذا يعني كمان هذا ممكن اشي مهم جدا انه احنا كقساوسة واباء اجل الله احنا ممكن المريض وكبار السن والاطفال ما يقدروا يوصلوا للكنيسة فاحنا مستعدين لمن بيرغب انه نروح نناولهم ونصلي معهم في البيوت بالحقيقة عدنا بالكنيسة نحنا انا قبل شوي كنت بالكنيسة مع بعض اعضاء الجمعية والمجلس اللي معانا بالكنيسة نعم فرتبنا الجلوس المقاعد على هذا الاساس حاولنا نحط بين شخص وشخص مؤمن ومؤمن تقريبا متر ونص وحطينا علامة يعني عدم الجلوس هنا وان شاء الله يكون معانا الكشاف الثرياني حتى ينظمها العملية التعاون مع عضاء الجمعية يعني المشاطات كلها ان شاء الله تكون يعني لغرض انه ربنا اولا يحمينا ولغرض انه الوقاية حتى نستطيع انه بقوة الرب نستطيع انه كلتنا نتجاوز هالمرحلة الصعبة حقيقة هو القداديسية كانت قبل ازمة كورونا الساعة 9 الصباح لكن راح نتويل قدرة الساعة 10 الصباح عشرة صباحا ان شاء الله عشرة صباحا نعم ونحاول يعني الامور التنظيمية ورح نكتب ايضا ارشادات داخلية لجماعة الكنيسة المؤمنين بالتقيد بها من ضمنه مثلا المؤمنات الشماسات يلبسوا الاشارت كان ياخذوه من الكنيسة من داخل الكنيسة نعم فهذا ممكن يسبب عدوى نعم فممكن كل واحد يجيبها من البيت مثلا معها نعم اترك مسافة اثناء المناولة نعم يعني هيك امور ان شاء الله ان شاء الله راتبها مع بعض بالحقيقة الصعب راح يكون قداس تاني لانه حسب عقيدة الكنيسة عدنا اذا تم قداس تاني لازم يكون كاهن تاني في نفس اليوم اقصد الاحد نعم يكون كاهن تاني ويكون على مذبح ثاني آه فهيمكن يكون صعب كثير انه نحنا راح نلتزم حاليا على اقل الاسبوعين هذه في قداس يوم الاحد فقط نعم لكن ننبه المؤمنين انه يعني دون العشر سنوات يفضل انه آه يكونوا بالبيت الكبار بالسن المرضى نعم آه يعني بالنسبة ان احنا عدنا مهجرين عراقيين ايضا يحضرون آه اكيد نحاول ان نحافظ على انه من كل منطقة ممكن باط يطلع نعم حتى نطيق ان نحافظ على هذا التوازن نعم بعد هالفترة الطويلة فرحة اكيد فرحة انه نعود لكنائسنا لابنية الكنائس ولانه حتى بقولك مقدس هو ذا ما اجمل وما احسن ان يسكن الاخوة معا نعم لانه هناك امر الرب بالبركة نعم طبعا الخدمة بالكنيسة بالنسبة لانه نحنا كنا نعمل ساعة سبعة مش رح نذهب نعمل ساعة سبعة عام نتفكر نعمل ساعة خمسة المساء خمسة المساء جسير نعم نعم بس رح نرجع ونأكد كمان على الاوقات لانه اعمل من الدارة اه بالمسافات وهل ممكن يكون يعني هل ممكن يكون يعني اه مناسب للجميع نعم المهمة لوجودنا للكنيسة لكل واحد بيجي يكل يكون ملتزم بالتعليمات يتزم كل موجود معه الكمامة اه اللي رح يكون في عنا على الباب تعقين للاندين هلأ عمالنا نحنا من من نحضر بالكنيسة بنفس المبنى من بعد المقاعد بين بعض اه اه شلنا السجاد من الكنيسة اه حتى الكتب اه شلناها حتى يكون في عنا بس وراء واحدة للجميع اللي يستخدمها اه تكون فيها كل الرسالة وكل الخدمة اه حتى يقدروا يستخدموها ما يظلوا مش تنقلوا بين الكتب نعم لازم كل شخص بديوزي على الكنيسة لازم اه يرتدي كمامة نعم وكل شخص هذا اهم الشيء بعدين بديو يصير قدام الباب اه تعكيم اه عشان الايدان لما بفوتوا جوة الكنيسة نعم اه وحسب التعليمات اللي نحنا اتفقنا مع بعض اهم الشيء انه نحنا نبوصل اه نبوصل الانشيل نعم خوفوا هاد القربان كل كنيسة بديوزي ما حسب الاولين الكنيسة طابولو وابديياخد الاجراءات اله اه اله اه الوقائية الوقائية نعم حسب الكنيسة حسب اله اه تقاليد الكنيسة نعم نعم وشغلة الثالث اهم شيء نحنا هلق شنا كل انشتجادات من الكنيسة وللغطل ايلي فيه على الكراسي نحنا شنا وهلق اه حطنا كل عكل كرسي تلات اشخاص او واربع اشخاص بيديو يعدو انه متر ونص او مترين بيصير بعوضة واحد من تاني وكل شخص وين بيديو عاد عملنا اشارة انه يعدو وين هنين لازم يعدو وبعدين اه وين محل الهيكل جوات الهيكل تقريبا مترين من الهيكل مفيش ناس انه يقدري ييتقدمو الشخص يلي بيديو يتناول بعض الاداس بخلاص الاداس كل شخص لحالة بيجي بيتناول الاداس لانه يصير كل اشي بالتعكيم انه المرض لسه محلة انه ما ينتشر او اشي